السلام عليكم انا الطالبة ماسنسور سنة سادسة راح اشرح لكم موضوع data interpretation طبعا لما نحكي كلمة data interpretation يعني انا عندي raw data كيف بدي اطلع منها بمعلومة مفيدة اوكي راح نحكي عن عدة مواضيع زي smoking alcohol bmi اوكي و راح نفهب شو معنى هاي الكلماتية يعني انا لما احكي انه مريض ال bmi عنده 30 شو بتعني لي هاي معلومة شعني لما احكي انه 20 شبت فرقان 5 شبت فرقان 10 وهكذا او الموضوع راح نحكي عنه اللي هو drug history هلا اول اشي هاي الوصفة عندنا طبعا يعني وصفة اجنبية اكيد زي ما تشايفين بس ممكن يعني تكون قدامنا اي وصفة احنا بناقدر نطلع منها معلومات المعلومات اللي لازم تكون موجودة بالوصفة اللي هي اسم الطبيب اللي صار في الدواء اوكي في اشي اسم ال prescription number يعني ممكن يكون بداره مثلا الرقم الوطني اللي يعني بغض النظر شو نوع المعلومة بتحديدا اللي موجودة بس عادي يعني انتو بتقدروا انه اطلع انا المعلومة من الوصفة اللي قدامي اوكي واسم المريض اكيد وكيف ياخد الدواء يعني كمان مرة باليوم وشروط اللي ياخدها اوكي مسلا هون مصروف انه ياخده حبة باليوم اوكي وعن طريق الفم تمام اه اسم الدواء وكميته اوكي هون مزران اسم الدواء عنا زينوبريل اه الجرعة 10 ميلي جرام وفي عنا الكوينتيتي اللي هي مثلا صرفين له 30 حبة ومسموح له يعمل سكس ريفلز اوكي وفي عنا الديسكار نومبر انه يعني بعد متى بيبطل المريض راح ياخد هاد الدواء اوكي وهي احنا اصلا عنا مثلا دات اللي صرفين له ايام بواحد خمسة وبعدين بـ 12-11 انه ما راح يرجع بغض النظر شو كانت البرسكريبشن اللي قدامنا احنا المفروض انه نقدر نطلع منها معلومات في اكمل شغلة لازم يكونوا رايت وينوي بريسكرب ايدراج يعني لما انا بدي اصرف المريض دواء لازم اتأكد من اكمل شغلة انهم لازم يكونوا صح اوكي اول اشي لازم يكون الشخص الصح يعني المريض هذا انا متأكد انه هو الشخص اللي قدامي متأكد من رقم الوطني من اسمه الرباعي اوكي ودواء انه يكون صح تمام ولازم اتأكد من الجرعة انها تكون محسوبة تماما ومناسبة لعمره لحالته الصحية ولازم تكون ياخدها بالوقت الصح وبالطريقة الصح اوكي ما بصير انا كطبيب افترض انه المريض اللي قدامي عارف لازم كل هاي المعلومات تكون included ولازم انا اكون متأكد من همية بالمية لما بدي اصرف دواء تمام فهون يعني كمان يعني زي عادة انه شو الاشياء اللي بتكون موجودة بالوصفة الطبية بيكون في عنا التاريخ اسم المريض وعنوانه بيكون في اسم الدكتور وتوقيعه اسم الدواء الجرعة وفي عنا الكمية تمام وطريقة صرف الدواء وفي عنا كم مرة انا رح اعمل ريفل تمام ودائما ابدا ما بننسى سؤال كتير مهم ولايف سيفينج ممكن يكون اللي هي الالرجيز بس اقل المريض اذا عنده حساسيات بشكل عام او اذا عنده حساسية من اي دواء ويفضل انها حساسية تكون يعني ريبورتد ويكون مريض انا متأكد منها تمام ويعني انه ااخد المعلومة بشكل صحيح احيانا بتسأل المريض انه عندك حساسية بحكي لك او انا صغير انصرف لي اسم الدواء وصوري عندي حساسية منه وممكن يكون قصده بنسلين فاهم كيف فانا باخد المعلومة الصحيحة ويقومنتها تمام هلا في عنا هون بعض الاختصارات لازم نعرفها من انه مش دايما بيكون يعني زي هيك مكتوب انه مثلا تيك وان تابلت تانية مكتوبة احيانا بلاقي اشياء تانية مكتوبة زي شو هاي الاشياء زي هيك هلا بسنا لما يحكي لك بي او معناها انه بين اخد هاد الدواء بالفم سواء حبوب شراب تمام هاي كيو اي دي او كيو دي اس و تي اي دي او تي دي اس هدو اللي مصطلحين يعني اختصار لكلمات لاتينية كيو معناها بين اخد اربع مرات باليوم و تي اي دي او تي دي اس معناها ثلاث مرات باليوم البي اي دي او البي دي يعني مرتين باليوم تمام سهلين هلا ال او دي يعني ونس ادي تمام بدل ما يكتب ليها ونس ادي بحط لي مثلا انه ون دي هلا الى كيو علامة سؤال اول يعني كل كم ساعة بين اخد الدواء مثلا انا بدي اصرف لمريض مثلا اموكسيسلين اوكي و احط جنبها كيو ايت يعني بياخد المريض الدواء كل ثمان ساقعات معناها كم مره باليوم ثلاث مرات يعني يا اما بحكيها هيك او مثلا كيو ايت اورس يعني كلها بتشير لنفس المعنى بي ار اون يعني ون نيديد يعني بياخد الدواء عند الحاجة زي شو زي المسكينات مثلا هلا هدول الثلاثة بيربوزوا للروت انه كيف يعني ممكن الطريقة اللي انا اعطيها فيها الدواء اوكي ممكن اعطيها اي في يعني بالوريد اي ام انترامسكولر يعني بالعضل وسب كيوين اللي هي سب كوتينيوس تحت الجلد بيناعطها اوكي في اشعب يعني زي بتكون زي تابلت او مثلا حتى ابر بتنعطها تحت الجلد تمام هلا هون سؤال انه شو يعني انا لما احكي كيو ايت اورس يعني انه هاد الدواء بيناخد كل ثمان ساعات مرة تمام فزي ما زي ما حكيت لكم يعني انه هون شو ما غير على البرسكريبشن مثلا حط اللي اياها هيك وحتى لو تغير اسم الدواء يعني خلص انتو مجرد ما شفتوا جرعو عندو يعني لو دواء ما كنتو بتعرفوه بقدر انا اميز انه هذا هو الدواء او حتى لو كان اختصار لدواء مثلا تي ام اكس كان مكتوب لي كيو 12 اور اوكي وسألني هاد الدواء كم مرة بيناخد بطلع بالخيرات بلاقي مثلا تويس ديلي بتكون هي صح لانه بما انه بينعطيكو 12 ساعة يعني مرتين باليوم تمام هلا هون نفس الاشي عادة يعني شو الطرق اللي انا ممكن اعطي فيها دواء ممكن اعطي اي في اللي هي بالوريد اوكي بنركب كانية لو منحطها للمريض او بعطيها مباشرة يعني بس بحطها وبشيلها اي ام اللي هو بالعضل سبكو تينيس حكناها تحت الجلد ركتل اللي هي زي يعني شرجي مثلا زي التحميلات وفي فجينال فيها كمان تحميلات مهبلية اوكي خاصة في الستات اللي بصير عندهم التحابات مهبلية وهيك راح تشوفوها من يسائي كتير وفي الهيلدروت يعني هي زي بحكو لك رحت عالطوارق وحط لي تبخيرة بكون تبخيرة يعني فيها اوكسجين وفيها دواء كمان اوكي بيعطيهم اشي بوسع القصبات بيعطيهم اشي يعني بس ممكن انا اخذ كمان دواء عن طريق الاستنشاق تمام هلا كيف بدنا نحسب الجرعة حساب الجرعة مهم خاصة بالاطفال اوكي في البيدياتر ايج جروب لانه الكبار غالبا جرعاتهم ثابتة و تنصرف لهم تابلس بس الصغار انه بينصرف لهم حسب الوزن وبينصرف لهم كمان سيروب يعني محلول اوكي فانا لازم اعرف بقديش مل انا بدي احل الدواء تمام هلا فرضا الاطفال حكيناها هون انو الماوس are giving us syrup اوكي مش تابلت زي الادلس فعشانك انا لازم احسبها فرضا اذا عندي البرسيتومولي هو البانادول اوكي ال120 ميلي جرام لكل 5 مل معناها بكل 5 مل او في سيروب انا قديش ببعطي بقعطي 120 مولي جرام سيروب بارسيتومول اوكي هلا اذا بدي احسب اذا بدي احسب اذا بدي احسب typically بطلع بدي اقسم 120 على 50 مل بيطلع عندي 24 ملي جرام في 1 مل بيطلع عندي 24 ملي جرام في 1 مل اوكي هلا اذا بدي احنا احكي فرضا انو في عندي يوزن الذي يواب وزن 15 كيلو جرام اوكي اوكي و كان جرعة الفارسيتومول 10 ملي جرام لكل كيلو غرام وزن يعني عندي اي kilos جرعته مريضي انا لي بالسؤال هنا بدي اضرب 10 ميلي جرام في 15 تمام بيطلع عندي 150 اوكي بيطلع عندي 150 وانا سيرب اللي عندي 120 لكل 5 مل بدي اعمل نسبة وتناسب تمام يعني اذا 120 ميلي جرام لفايف ام ال قديش المية وخمسين ميلي جرام بكم ام ال اوكي بضربهم وبقسمهم على بعض بيطلع معي الناتج اللي هو 6.25 تمام او اني بقسم اللي هي 120 على 5 تمام ام ال فبيطلع معي قديش بيكون في الميل الواحد اللي هي 24 ميلي جرام بعدين باجي بقسم الجرعي اللي طلعت معي اللي انا بدي اعطيها للمريضي هاد اللي هي 150 على 24 عشان يطلع معي الناتج اوكي نفس الفكرة يعني اما بعمل هيك نسبة وتناسب ع طول او اني بحسب قديش فيه بالميل الواحد بعدين بقسم الجرعي اللي معي على السؤال اوكي هلا اه مثال تاني هم بحكي لك قديش انا بقدر اعطي ام ال اموكسوسلين للطفل عمره 6 سنين اذا كان اول شي انا لازم اكون معي وزن الطفل اوكي وقديش جرعته لكل كيلو جرام من اللي كويدوز لو نفرض انه كان وزنه 20 كيلو جرام اوكي والجرعته 20 ميلي جرام يعني قديش هذا المريضي انا لازم ياخد 20 في 20 اوكي اللي هي 400 اوكي نفس فكرة قبل شوي اذا انا حكيت انه الاموكسسلين لليكود اللي عندي 125 على لكل 5 ام ال يعني بدي احكي 125 ل5 ام ال ادي ال 400 لكم بضربهم وبقسم 400 ايه 5 على 125 بيطلع معي الناتج اوكي هلا ناتج اللي ترى معي هذا جرعته باليوم فانا باجي بدي اقسمه على 3 مرات ليش 3 مرات لانه شو مكتب بسؤال كيو 8 اوار يعني هاي الجرعة مقسومة على 3 مرات بدي اخدها باليوم فالرقم اللي بيطلع معي اللي هو 16 هنا بقسمه على 3 بيطلع 5.3 ام ال اموكسسلين ليكود كل 8 ساعات اوكي وانا هون امثلي عنا نفس الاشي يعني ما فيها اي اشي جديد هلا الفاميلي هستري موضوع الفاميلي هستري مهم كتير لانه انا في عبارة عن رسمة تكون قدامي مثلتات مربعات في اشي منها مضلل اشي لا وانا لازم استخرج منها معلومات شو المعلومات اللي بقدر استخرجها من هاي الشجرة بقدر استخرج نمط وراثة مرض معين وبقدر اتنبأ بنسبة انه يكون في عندي طفل مصاد بهذا المرض او حامل للصفة او ممكن ينقلها الجيل التاني اوكي فاول الشي لازم نعرف شو الكمبوننط يعني شو الرموز التانيلي لما اشوف انا مربع معناها هذا نورمال ميل اوكي انا فكتد يعني ما عنده الصفة لما اشوف دائرة فاضية يعني نورمال في ميل عكسهم بدي يكون المضلل اللي هو هون افكتد ميل رح يكون مربع مضلل افكتد في ميل رح تكون دائرة مضلل تمام هلا الميتنج اللي هو الزواج يعني انا لما ارسم دائرة ومربع ووصل بينهم بخط يعني هون في عنا زواج اوكي هذا الخط يرمز الى الزواج اذا كان خطين مش خط واحد يعني زواج القارب كونسانجوز ميتنج بحكولو لما ارسم ام واب وامد منهم خط زي هيك وارسم تحتيهم بيكون هدول ابناء تمام parents with son and daughter هاي وهذا الخط يعني هدول ابناء هذا الجيل اوكي لما نرسم تنين ابناء ونوصلهم ببعض هيك يعني بشكل زي المثلت مش على شكل مربع هدول معناهم توقم تمام اذا وصلت خط بين هدول التوقم يعني هدول هم مونوزايغوتيك توينز مش دايزايغوتيك توينز اوكي اذا حطيت عم سؤالين انا مش بتأكد الزيغوتيتي وفيها هنا هون number of children of sex indicated يعني انا احيانا بدي ارسم شجرة فرضون اوكي رسمت الاب ورسمت الام وبيدي ارسم ابناء مثلا كان عندي اربع بنات وكلهم un affected ليش ارسم مثلا اربع دواء جنب بعض لا بدالها برسم دائرة واحدة بحط جواتها رقم اربعة اوكي هون اللي هي اللي هي مثلا كمان بحكوله ال index patient او ال proband patient هو اللي بلشت من عنده يعني انا من عنده بلشت بدي اراقب سلوك هاي الصفة اوكي او اهم يعني فرد بالرسمة اللي قدامي اوكي بال pedigree ممكن تنسألوا عنه باسماء تانية اللي هي ال index patient او proband زي ما حكينا هلأ هون اللي بيهوم بيكون carrier للصفة تمام بيكون يعني دائرة او مربع يعني كمان وفي نقطة بيكون هذا حامل لrecessive gene لx length recessive gene وهون اللي هم هتيروzygotes for autosomal gene تمام يعني اطرازهم الجيني مش احنا بنرمز للليل بحرف مثلا حرف ال R بنرمز له R capital R capital معناها هذا homozygot أو R small R small لما يكون R capital R small هذا يعني هتيروzygotes اوكي وهون عندنا اللي هي death patient يعني از انا شفت مريض عليه خط هيك معناها هذا ميت اوكي والabortion او السلبر او ال unspecified sex برسموهم بدائرة ومضللة ونازلة هيك من خط السود كمان برضو تمام هلا في عنا طرق لو يراست الصفات في عنا ال autosomal dominant وفي عنا ال autosomal recessive اوكي وفي ال x-linked dominant في ال x-linked recessive وفي عنا الميتوكوندريال هلا لما انا احكي dominant لما احكي autosomal او x-linked شو ما بقصد يعني هل الصفة هاي محمولة على كروموزوم جنسي او جسدي اوكي ببساطة autosomal يعني جسدي و x اللي هو x-linked بيكون على الكروموزومات الجنسية خاصة x يعني هو اللي بحمر صفات زي ما احنا بنعرف انه في عندي أنا 23 pairs of chromosomes 22 بيكونوا autosomal وواحد منهم بيكون اللي هو sex اوكي كروموزوم اللي هما يا اما x-x او x-y بيكونوا تمام هل اشياني انا لما احكي في عندي صفة autosomal dominant زي ما بتعرفو الجين اوكي الجين بيكون جاي من 2 alleles واحد بي نعطى من الام واحد بي نعطى من الاب اوكي احنا بنرمز للقليل بيحرف لما انا احكي عندي صفة autosomal dominant يعني بيكفي انه يكون عندي اوكي اول اشكلمة autosomal معناها انه هذا الجين وين موجود على numbered non-sexual chromosomes اوكي dominant معناها اذا انا عندي single copy of the mutated gene سواء من الام او من الاب كافي انه يظهر عندي العرض او الصفة او disorder تمام فبيكون الطفل اللي هو سواء كان male او female من person affected by autosomal dominant بيكون قدش نسبة انه يصير عنده 50% يعني يطلعوا هون فرضا انا رمزت لحرف D اللي هو للأفكتد الليل وال D لأنا افكتد اوكي فاشوفوا كيف كانت المادر عينها unaffected اللي هي D small D small والفادر كان D capital D small وعنده autosomal dominant فلما انا اجي اعمل زاوج بطريقة منديلين اللي هي بحط كل حرف معي التاني بطلع الاحتمالات اللي بتطلع معي بيكون 50% من الابناء unaffected وخمسين بالمية افكتد ليش لانه مجرد ظهور copy من الاffected عندهم تظهر عندهم الصفة تمام الاوتوزوم الرئيس بنفس الفكرة اللي فوق انه هو على الاوتوزوم الجين بس هون انا لازم يكون عندي two affected اللي لزا حتى تظهر عندي الصفة تمام يعني هون اشوف افكتد بيكون نسبته 25% اذا كان احد اذا كانوا بوث parents are carriers تمام لانه عشان يلتقوا عندي R small مع R small بيطلع نسبته 25% لكل حامل طبعا احنا عم نحكي هلأ في عنا X-linked اللي هما بيكونوا محمولين على الكروموزوم X بيميزهم اكتر انه اذا كان X-linked recessive بيكون فيهم male يعني male preference بيكون يعني نسبة المال affected اكتر من الفيمال وطبعا هون مهم تميزوا انه النسب هاي يعني احفظوها بتريحو حالكم هي فهم بس حفظ اسهل لانه بنهاية امتحان MCQ انا ما مش رح احلل الشجرة كلها يعني اصير اتنبأ انه مثلا هذا احتمال يكون X Y ودي علي دي capital او رح اطلع النتائج وبعدين احسب النسبة تمام انا لا الاسرع لي اني احسب اني احفظ النسب once and forever عشان احل الاسئلة بسرعة اوكي الاسئلة نفس الفكرة انه محمول على الكروموزوم اكس اوكي بس اذا كان عندي one copy of the الليل الاسئلة عشان تظهر عندي الصفة تمام هلأ في عندنا اوكي بعد اتشرح هذا كله زي ما حكينا احنا بنهاية نتعامل مع اسئلة MCQ فانا بالامتحان رح افكر عطيكم اني احل الشجرة بسرعة بدون ما اطلع كل ال ال الممبرز اللي بال pedigree اوكي يعني انه احكي بما انه عندي affected sun معناها لائما رح يكون كزا ما كزا وبما انه هون معناها اوكي هذا الحكي مش time sufficient فاحنا في general rules حنمشي عليها حتى نحل فيها pedigree موجودة بالخيرات بس انه ما شفت عليها صراحة اسئلة بس عادي هي سهلة الفيميل بتنقون المرض لكل off springs يعني اذا كانت الفيميل affected كل ابناء ها بيكون affected الميل والفيميل بنفس النسبة كل اعتهم والميل ما بينقون المرض ابدا هذا بيميز mitochondrial inheritance اذا انا شفت هذا dominants على الاقل بيكون فرد من كل generation عنده disease يعني في عندي ام اب متزوجين عندهم ابناء كمان في ابناء في ابناء يعني الفكرة انه بكل generation انا رح يكون عندي على الاقل في فرد affected يعني رح اشوف حدا مضلل على الاقل بالرأس على العكس اش في عندي في عندي اسمه skip generations يعني ممكن انا يكون في عندي اجيال ما عندها هاي الصفة تمام هذا باول فرق بينهم تاني فرق انه dominant ممكن both affected parents يعطوني normal offspring يعني طلعوا هنا two affected parents اوكي باوتوزوم وعطوني unaffected او normal offspring بس على شرط انهم يكونوا هتيرو زيقس يعني مثلا r capital r small هذا ايش رح يكون الطفئ r small اوكي الاوتوزوم الرساسف العكس both unaffected parents يعني ممكن الامة عندها الصفة والامة عندها صفة واعطوني ابن عنده الصفة فهدول ايش بيكون الابن برضو لازم للاهل ايش يكون هتيرو زيقس يعني r capital r small r small وهادا الطفل رح يكون r small r small فحي تظهر علي الصفة اوكي must be هتيرو هاي ك general rules هلا فيه كمان قواعد انا بدي اشوف هل هذا المرض x-linked ولا autosomal بعد ما انا حددت طبعا انه dominant or recessive بدي اشوف هل هو x-linked ولا autosomal ال x-linked dominant الذكر بينقل المرض فقط للبنات اوكي male transmits the disease only to the daughter يعني اذا كان الاب افكتد بينقل المرض للبنات كلهم تمام وال female بتونقل المرض لنص الابناء ونص البنات اوكي هلا ال x-linked decisive اذا كانوا males بس افكتد بالشجرة هاي على اغلب الشجرة هتكون x-linked recessive اذا انا شفت رسمة وشفت انه بس males affected معناها هاي على اغلب x-linked recessive وما اخدينه من امهم اللي هي carrier وابوهم اللي هو normal الفيميلز هون بيكونوا act only as carriers and remain unaffected تمام لما انا اشوف autosomal dominant ما بقدر احزر طبعا ما في sex predilection يعني ما بقدر احزر انه البنات اكتر من شباب شباب اكتر من البنات وال affected individual من المرض لنص off spring تعونه ال autosomal recessive autosomal recessive disorders مثل cystic fibrosis مثلا هاي general rules احنا نطبقها حنشوف انه الموضوع سهل وواقعي يعني هلا انا هاي بطلع في قدامي شجرة شوفوا كيف احن نمشي فيها زي ما حكينا بدي اشوف ال generations هون في عندي generation affected هون generation affected هون في عندي generation كامل unaffected فأنا بصير افكر انها هاي على الاغلب recessive سوري اه recessive هلا بعدين بدي اشوف هل هي autosomal او xlink بطلع كمان برضو اشي بيدعم نظريت انهم هدول هذه recessive مش autosomal انه هون في عندي اه لي هين كانت في عندي هون both unaffected parents اعطوني affected offspring تمام وزي ما حكينا هون انه ممكن two unaffected parents يعطوني both normal parents can reproduce affected offspring هاي برضو بتدعم انها recessive inheritance هلا بعدين بدي افكر هل هي xlink ولا autosomal بشوف نسبة الفيميل زال ميل يعني هون عنا 1 2 3 4 5 5 females وعنا 1 2 3 4 4 ميل فها يعني مش ماشي مع انه هذا المرض انه يكون xlink صح لانه قريبا نسبتهم قد بعض فهذا بيكون عندي autosomal recessive هيك انا بفكر بالامور هلا الرسمة الثانية what type of inheritance is represented by this family برضو رح عمشي بنفس الفكرة هلا هون يعني مجرد هيك ما انا اطلع عليها بعيني اغلب الفيميل شو مالهم هون carriers و الميل شو مالهم بس الميل affected معناها هذا على X-linked recessive females only act carriers and males are affected طبعا بقدر انا ارجع بالرسم retrograde يعني بقدر احذر انه بما هذا affected معناها هيك trasosomal بعدين برج على الام والأب بحذرهم بس يعني هذا الاشي مش time efficient اوكي اوكي هلا ازا هون بحكي لك ازا في عندي boy شو احتمالية انه boy affected by a disease that has x-linked recessive inheritance his father is not affected and his mother is a carrier هلا his father is not affected ابوه يعني رح يعطي y صح بما انه boy وهز mother is a carrier يعني ام ويا اما رح تعطي مثلا x عليها r capital او x عليها r small تمام فمن الboys في عنده احتمالية 50% رح تكون صح لانها اما رح تعطي x r capital او x r 8 في احتمالية 50% انه يكون affected بس وكننا عم نحكي عن كل offsprings يعني عن احتمالية اربع ابناء رح يكون 25% هاي اللي هي نفس اول رسمة فس مكرر بالغلاط هلا هم بحكي لك اذا انا اجيت طلعت على family pedigree وبحكي لك المرض موجود بالfirst and third generation شو معنا هاي المعلومة يعني males and females are affected معنا هو عم بيواجهك انه هذا مش x-link دو عم بحكي لك انه هذا recesive فشو رح يطلع معي الجواب autosomal recesive هاي ببساطة family pedigree وكيف انا ممكن اتعامل معها كاسئلة mcq انا بشوف هاي الطريقة جدا مناسبة واذا عن جد حفظتوها وعني ضلت على الآن بيعائلكم رح تحلوا عليها اي سؤال يعني بالسموكينج هلا بالسموكينج انا ما بكفي بالهيستري اعجي احكي مريضي is a smoker وخلاص اسكت عند هاي الفكرة اوكي اذا كان positive يعني smoker لازم انا احسب اشي اسمه pack year اوكي شو يعني pack year وكيف نحسبها pack year هي بتوصف اديش المريض بدخن هذا segaier بحياته كلها والpack هي عبارة عن 20 سيكار يعني يعني البكيت يعبر عن 20 سيكار مثلا if you have smoked a pack a day for the last 20 years or two packs a day for the last 10 years you have 20 pack year يعني كيف انا بحسبها بضرب عدد السنين اوكي في عدد ال packs فلو انا حكيت اني مثلا دخنت pack اي year ولو مدت 20 سنة يعني one pack year اوكي 20 سوري 20 pack year ولو حكيت اني كنت بدخن two packs اوكي مضروبة بعشر سنين برضو رح يطلع معي الجواب 20 حلا خلينا نشوف مثال يعني بالنمبرز ممكن تكون موضوع اسهل لتحت كيف بحسب pack years هي عبارة عن عدد السكاية المدخنة مقسوم على 20 ليش مقسوم على 20 لانه ممكن مثلا يحكيلي هلا اذا حكيلي بدخن one pack اوكي هذا 20 سيكار بس ممكن يحكيلي انا بدخن 40 سيكار باليوم اوكي فهو بدخن two packs ممكن يحكيلي بدخن 15 سيكار اللي هي اقل من one pack فانا بضطر اقسم 15 على 20 تمام مضروب number of years smoked يعني كم سنة دخن بحياته هون بحكيلي how many pack years does smoke one half if they smoke 40 يعني لو دخن 40 سيكار بحياته لمدة 25 سنة قداش هو بيكون دخن بقسم 40 على 20 اوكي وبضروب في 25 بطلع معي يعني 2 في 25 يعني بطلع 50 pack years اوكي العكس زي ما حكيتكم النماريض حكيلي الباك اوكي وبضروبها في 10 سنين اللي هي الفترة اللي دخن فيها بطلع معي 50% في 10 اللي هي 7.5 pack years طب ليش مهم هذا الرقم يعني بفرق معي انا كدكتور لما انا اسمع انه مريضي مدخن 50 pack years ولا 7.5 pack years طبعا بفرق بتزيد رسك للامراض يعني كل ما كانت الباك years اكتر بتزيد الرسك للامراض القلب للضغط للسكري للميتابوليك ديسوردر يعني بتزيد يعني كل ما اتدخن اكتر بتزيد رسك انه يصير عنده المرض حتى بتزيد يعني الرسك للأدفرس افكت وللأوتكامز وإلى قديش رح يدخل المستشفى هكذا اوكي هلأ شو الميتاشنز هنا الميتاشنز انه مثلا التدخين بيصير اسوأ يعني كل ما الواحد كان بيدخن لمدة اطول بحياته هذا الموضوع اسوأ يعني بالنسبة له اوكي وبتصفي فكرة الباك years انها ممكن تكون شوية مسليدنج يعني لانه ممكن يطلع معي نفس الجواب على اختلاف عدد السكاير و عدد السنين فهمتوا عليك كيف يعني مريض بدخن سكاير كثير بس لفترة قليلة ممكن يطلع نفس رقم الباك years لواحد له سنين بدخن بس عدد السكاير أقل اوكي فعشان هيك الفكرة انه شوية يعني هاته هو الميتاشن الوحيد الوحيد والريسك غالبا بتكون بتزيد كل ما زادت لديوريشن اوكي 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 لازم انا لما احكي الباك years انتبهين لكم سنة دخن المريض فانحنا غالبا بالهستري شو منحكي مثلا the patient is a smoker for 10 years و بحط الباك years اوكي اللي طلعت معي هلا هون حسابات مباشرة يعني اذا مريض بدخن 30 سيغرات مدة 20 سنة قديش بتطلع معي 30 على 20 في 20 سنة اوكي هوماني باك years اذا واحد عمره 60 سنة اذا دخن 15 سيغرات من لما كان عمره 20 يعني هالي ترك الوحيد اللي ممكن تيجي انه انا احسب عمره او احسب الفترة سرية اللي دخن فيها اللي هي 40 سنة اوكي بضروبها في عشان اطلع الباك 15 على 20 اوكي هلا الكحول الكحول برضو يعني هو موضوع بالهيستري تيكين ومهم كتير لانه له كتير ريليتد هلت اشوز فانا لازم اسأل عنه طبعا باسأل بطريقة لفقة بعطي الموارد مقدمة وبحكيله انه هاد السؤال انا باسأله للكل وبعد هيك انا لما بدي اعمل دوكومنت للمعلومة بدي اسجلها بطريقة معينة اللي هي اليونت اوف الالكوهول بنحكي لها تمام اليونت الالكوهول هلأ في عنا اشياء ثابت اللي هي الوان يونت مثلا لما احكي one small glass of wine بتكون 125 مل اوكي الوان يونت تعبر عن half pint of beer يعني لما مختلف انواع المشروبات في عنا اديش يعني الوان يونت اديش بتعني منه تمام بس انا مش دائما بيكون معي فانا ممكن اني اضطر احسبها وهذا يعني هو السؤال اللي انتم بتنسألوا عنه تمام يعني انا هي الوانت زي تعبر عن كمية الكحول اللي بيشربوا هادو المريض على اختلاف نوعه والأي بي بي هي اشي بتاخدو يعني بالسؤال بيعطوكم يا بي سؤال هي الكحول هي عبارة عن يعني زي نسبة قوة الكحول تمام مثلا يعني قداش فيه قداش فيه ايثانول هذا المشروب وهي بتكون زي النسبة من كل ما كانت النسبة اعلى بيكون اقوى طبعا المشروب يعني لما نحكي مثلا 750 مل بوتل أوف وين 13.5 يعني هذا الوين اقوى من الفوتكا سوري الفوتكا اقوى من الوين لانها 40% نسبة ال اي بي فيها تمام والنسبة هنا لانها يعني كيف هنا قدرنا نحسب اليونتس على طول لانه أنا عندي فوق اللي هي الفوليوم مضروب في الابي جاهز اوكي هلا انا كيف بيجيني سؤال بالامتحان بطلب مني احسب اليونتس اوف الكوهول ببساطة بدي اطبق على القانون اللي عندي يعني اذا كان حجم الاجلاس 250 مل والابي 12 زي ما حكينا على القانون فوق اليونتس اوف الكوهول قداش بتساوي بتساوي الفوليوم اوكي عندي 250 مل مضروب بنسبة الابي في اللي هي ضرب 12 اوكي بالمية ومقسوم على 1000 بطلع معي الرقم 250 في 12 على 1000 بطلع 3 يونتس لكل جلاس وانا قداش حاكي لي بسؤال بدي اليونتس ب3 جلاس فبضرو في الثلاث بطلع معي 9 هلا ليش مهم احسب اليونتس هدو لانه اقل من 14 يونتس فانا ممكن بالسؤال ما يسألني انه ممكن يسألني is this safe drinking or not اوكي الكوهوليك سروسز ما هي من ضمن الامراض اللي ممكن تصير عند الاشخاص اللي بشربوا بنج درينكين يعني بشربوا كميات كبيرة تتعدل السيف الميت اكتر من 14 يونتس بالاسبوة هدو المرضى ممكن يدخلوا بتليف كبد وطبعا يعني الكوهوليك سروسز يعني هو اشي جدا سيئ وإله جدا مضاعفات صحية ولازم هذا المريض يعني اذا وصل لمرحلة السروسز معناها هو يعني ما وصل مراحل متقدمة جدا من الشرب لانه مش مرة واحدة بيصير عند المريض تليف للأسف يعني بيبلش الموضوع بسيط بيكون عنده تغييرات دهنية على الكبد ممكن اذا وقف شرب انها تروح بس بيضل الموضوع يستمر ويصير اسوأ واسوأ حتى يوصل بنهاية لمرحلة السروزز شو مصطلح البنج الدرينكينج البنج الدرينكينج هو تعريفه انك تستهلك 5 or more drinks on an occasion for men أو 4 or more ل تمام الشرب الخطر هو 3 units a day للمن و2 units a day for women حتى هزا درينكينج is defined as a quantity or pattern of alcohol consumption that placing patients at risk for adverse health events شو يعني انا لما احكي شرب خطير يعني هذا الشرب موصل للمريض لمرحلة راح تحطه بخطر مباشر على صحته طبعا كل المشروب سيئ بس بمراحل يعني كل مكان يعني كل مصطرح هنا بيدلني على اشي اسوأ من اشي وكل ما زادت المريض عنده رزق اكتر انه يصير عنده امراض هلا في عنا سكرينيج انا عشان اعرف اذا هذا المريض ادكتد للالكوهول او 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 انا اشي اسمو بسمو كييج كوستشيناير تمام يعني هاي اسئلة اربع اسئلة اخترعوها حتى انا اسأل المريض اذا جاوب على تينين منهم معناها عنده مشكلة ادمان خلينا نحكي او عنده عنده مشكلة بالمشروب مش قادر يتركه او شو هي الاسئلة هي رمز يعني السي بترمز لحرف بين السؤال اي لحرف جي و اي لحرف او السي لالكت اي شو معناهم اول اشي بسأل المريض هل انت بتجيك فكرة انه بخطر عبالك انك لازم تقلل عشان اشوف انا هل المريض يعني مدرك انه هو عم بشرب كميات كبيرة هل انت منزعج من الناس اللي بينتقدوا انك بتشرب هل انت مثلا اهلك او اللي حولك صحابك بيحكو لك اترك الكوحول وانت منزعج من هذا السؤال هل انت بتحس بتجيك مشاعر سيئة هل انت بتحس بالذنب اتجاه الشرب هل انت بتحس يعني انك مش راضي عن نفسك انك مش مبسوط اوكي بالشرب و دي نيد ادرينك ان دي مورننج اي اوبينر يعني اي اوبينر يعني في مرضى مدمنين بيوصل فيهم مرحلة انه اول ما يفتح عيني من النوم اوكي بيسموها اي اوبينر بيشرب حتى يعني مرة وصفلنا اياها طبيب انه بيكونوا حاطينه بغطاية الانينة ومحطوط جمهم على التخط يعني لهاي مرحلة ومواصلين على الكوميدينا اول ما بيفتح عينيونه من النوم بيشرب وإلا بيبلش تظهر عنده اعراض اللي هي اللي هي اللي هي انك لما تكون مدمن على شيء وتتركه بتصير تظهر عليك اعراض عكسية تمام فهاي الاربع اسئلة اذا جاوب على تينين او اكتر منهم معناها عنده هذا المريض درينكين بروblem كلهم التطبيق مباشر ما فيهم اشي اللي هي لحساب اليونت بس انتبهوا لنبر الرقم اللي احنا بطلع معنا على القانون هذا لون جلاس انا بدي اضربه بعدد الجلاس اللي معنا تمام هلا البي ماس يعني انا بالطب بدل ما احكي مثلا ما بنفع احكي عن مريض واحكي their weight is 50 kg طب ها انا ما اعطيت معنومة مفيدة هل اللي قدامي ممكن يكون وزن 50 وطوله 130 وهيك يعتبر ناصح ممكن وزن 50 وهو طوله 180 هيك يعتبر ضعيف تمام فانا لازم بعبر بدل من ذلك بمصطلح اللي هو body mass index او رح تشوفوه كتير مكتوب bmi شهير bmi هو رقم طلعوا فيه اللي هو عبارة عن الوزن هذا الرقم بدلي بطلع معي انا بحسبو اوكي بحط المريض بكاتيجوري يعني الرقم اللي بطلع معي مقسم له 6 كاتيجوريز من 16 ل 18 ونص بحكي عنه underweight او body weight deficit اوكي يعني هذا المريض وزنه اقل من الطبيعي من 18 ل 24 طبيعي نورمل اوكي من 24 ل 30 overweight بحكي يعني هذا المريض عنده زيادة وزن بس ما وصل للأوبيزيتي من 30 ل 35 هذا المريض obese وصل لمرحلة السمنة من 35 ل 40 هي second degree obesity يعني برضو obese او بمرحلة اسوأ واكتر من 40 هي يعني اسوأ او اسوأ او موربيد أوبيزيتي بسموها اوكي فهو عبارة عن رقم انا بحسبو ال high bm i كل ما زاد وزن الشخص او زاد ال bm i عشان يكون اضق ايش بيزيد عنده بيزيد ريسك لأكتر من مرض الضغط السكري يعني هدول اللي سهلين يعني تحفظوهم وامراض القلب والستروك لهي الجلطات لانه اصلا كلهم بيقدوا لبعض يعني لو بيزيد 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 حكيناها انه class 1 اللي هم من 30 ل 34 ونص وclass 2 من 35 ل 40 او اكتر هذا يعتبر class 3 هلأ هم بس انه سؤال براكتس يعني ها قديش ال bm i لشخص عمره 20 سنة وزنها 50 وطولها 150 بقسم 50 على 1.5 مربع انتبهوا اوكي لانه زي ما حكينا الطول بالمتر تمام والرقم اللي بيطلع معي بطلع معي 22.2 معناها هاي المريضة healthy weight او normal weight لانها طلعت معي بهذه الكاتيجوري اللي هي بين 18.5 ل 24 اوكي هون نفس الفكرة انه what is the bm i اوكي بطلع معنا الرقم حسبنا 31 فهو يعتبر obese كلهم هنا تطبيق مباشر يعني خلص انا بس بقسم اللي هو الوزن على مربع الطول اوكي والرقم اللي بيطلع معي بعمله interpretation هل هو obese هل هو underweight هل هو healthy weight ما فيهم اي trick هلأ هنا في عنا ارقام مهمة في data interpretation زي ما انتو بتعرفوا اللي هو pulse rate النبض اوكي الوضع الطبيعي بين 60 ل 100 اقل من 60 ايش اسمه Bradycardia بلدي يعني بطي اكتر من 60 tackycard اكتر من 100 sorry tackycardia اوكي بين هاتهم طبيعي هلأ مش ما بيكفي انا بس احكي عن نبض المريض لازم اعلق هل هو regular or irregular اوكي واذا كان irregular يعني منتضم يعني شو مثلا لب دب لب دب اوكي يعني بينهم وقت ثابت مثلا لما نحكي irregular يعني غير منتضم ممكن هاي irregularity تكون irregular وممكن تكون regular irregular شو يعني 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 ممكن مثلا لب دب اوكي لب دب هذا طبيعي ممكن يبلش المريض كيف نبضه يصير عندي مثلا لب دب لب دب لب دب اوكي فرضا فرضا وانا ادر يعني اشوف pattern هذا معناها regular يعني هذا مريض نبضه غير منتضم اوكي بس هذه irregularity predictable يعني انا احزر ما ترح تصير اما irregular ليريجلر ابدا بيكون ما فيه يعني ما فيه اي احزر طبعا هذا بمصطرح بسيط يعني في عنا موضوع طبيك كبير اللي هو اسمه arrhythmia راح تدرس فيه يعني كل تفاصيل اللي هي heart rate والproblem كيف ممكن يكون irregular كيف ممكن يكون irregular وبس يعني ببساطة يعني هذا التعبير تمام اللي هو الضغط بحكي هذا مريض hypotension يعني ضغطه نازل وإذا كان اكتر من 120 على 80 معنا دخلت في hypotension ارتفاع ضغط ارتفاع ضغط مراحل stage 1 اللي هو 140 على 90 stage 2 160 على 100 مهم هاي الارقام حلق فيه عنا اخر موضوع اللي هو spot diagnosis يعني تشخيص انا بقدر اعطي للمريض من لما يفوت عندي على الغرفة بس تطلع بوجه المريض تقدر تحكي انه هذا المريض عنده هيك هيك تمام زي شو down syndromatic فيترز انه كيف عندهم مثلا الجبين كيف بيكون شكل الار الار المسافة بين العينين اوكي الجو عندهم بيكون يعني شوي صغير لسانهم طالع لبرا فهاي كلها فيترز انا بقدر بس اطل عليها احكي انه هذا المريض عنده down syndrom الكيف وسز اللي هو التحذب تقوص الظهر هذا بيصير عند الكبار في العمر خاصة تمام على الغلب يعني مش سبب وإشي يعني مرضي الجون ديس اللي هو الاسفرار اللي بيصير بالاسكريرو زي وين بشوف زي البر ديزيز البر ديزيز الكلوبينج اللي هو تعرفوا كيف الفحص كيف نحط الاسبعين مقابل بعض واتطل على الويندو اللي بيناتهم إذا كان مو موجود معناها هذا المريض عنده clubbing وفينجرز يعني أصابع زي كأنهم هيك منفخين وين ممكن أشوفهم مثلا المريض عنده lung cancer وممكن liver disease يعني في كتير أشياء ممكن تعملي liver cirrhosis فرض ممكن يعملي بالمر الريديما برضو بيكون الأطراف لونها أحمر بالم يعني هي الجهة بالم من الإيد باطن اليد اريديما يعني أحمر فهي يكون هاك من الأطراف أحمر ومن النص بالم هاي وممكن نشوفها برضو ممكن نشوفها بل liver disease angular keritis and atrophic glucitis يعني في السلام هيك بتحسو أملس كتير وهون الالتحاب بحوالين للفم هذا وين بيصير بال iron deficiency anemia سبب نقص حديث thyroid goiter وهو تضخم الغدة الدرقية بيغض النظر عن سببه في عدة أسباب غالبا يعني بيكون في عنا كسل فبتكون الغدة متضخمة يعني الجسم بيحاول يعوض تنمو بشكل بش طبيعي فهذه الأشياء يعني الفكرة بدي وصلك يا أنا ممكن أطلع على المريض أحكي أنه هذا عال أغلب عنده thyroid goiter وأفكر عن شو ممكن يكون سببهم هنا في عنا أشياء ممكن نشوفهم على الجلد في عنا اللايبوما اللي هي تجمع لخلايا دهنية تحت الجلد تحت السكن بيكون في عنا تجمع على fat cells بشوف أكتر إشي عند بوصيلة الشعر مثلا بالسكالب باللحية بيكون تجمع على كيراتين يعني هي مادة بتطلع لونها أبيض لم لو عصرناها وهي عبارة عن كيراتين بتفرع عن اللايبوما اللايبوما هي fat cells السكويم السل كارسينوما اللي هو سلطان من أحد أنواع سلطانات الجلد بميز أنه شكل بفرق عنهم شوي irregular في زي ما اختصر بتمنى أنه تكونوا فهمتوا الموضوع اللي عنده أي استفسار يترك لي بالكومنت وموفقين إن شاء الله